بعد عرقلت المندوب الروسي في مجلس الأمن للبيان الذي كان المجلس ينوي إصداره لإدانة تحالف الانقلابيين وعرقلتهم للمسار السياسي توجهت الأنظار نحو الدور الروسي في الأزمة اليمنية ومآلات هذا الدور بمتابعة تطور الموقف الروسي سنلاحظ أن الضبابية كانت هي السمة البارزة له فهو إن لم يكن داعما بشكل صريح لتحالف الانقلابيين إلا أنه لم يبتعد عنهما بالقدر الكافي في مجلس الأمن كانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي لم تصوت على القرار الأممي 22-16 كما كانت الأكثر من مرة تعرقل إصدار بيانات تحاول الضغط على ميليشي الحوثي والمخلوع في إطار محاولات الدفع نحو حل سياسي للأزمة أما في صنعة فقد بقيت السفارة الروسية مفتوحة لاستقبال الرئيس المخلوع الأكثر من مرة وهي الزيارات التي كان صالح يرسل من خلالها رسائل الأتباعه أنه لا يزال متواجدا ومتموضعا في المكان الآمن فيما كانت روسيا تجد في ذلك فرصة جديدة لإثبات وجودها في أزمة أخرى في الشرق الأوسط وقدرتها على المقايضة إذا لزم الأمر هذه النقطة تحديدا عبر عنها بشكل صريح المندوب السعودي في الأمم المتحدة الذي كان يتحدث عن احتمال أن يكون التعنت الروسي في عرقلة إذانة مجلس الأمن لميليشي الحوثي والمخلوع ناجما عن رغبة روسيا بمقايضة موقفها تجاه الأزمة اليمنية بمواقف أخرى في ملف السوري تحديدا قبل أشهر كانت تسريبات تتحدث عن جهود روسية لتوحيد حلف الانقلابيين تحت هيئة سياسية واحدة تمنحهم بعض الشرعية وتبرر مواقف روسيا في المحافل الدولية ولعل هذا هو ما يفسر عرقلة روسيا إصدار بيان يندد بالمجلس السياسي الذي أعلنه الانقلابيون في صنعاء كل هذه المعطيات تشير لأن الأزمة اليمنية تدخل في منعطف جديد بعد تشكيل المجلس السياسي سيكون الموقف الروسي بعدها أكثر وضوحا وأكثر قربا من الميليشيا وهو ما يعني أيضا أن الأزمة ستطول أكثر مما مضى اشتركوا في القناة